الخبر اللي كنت بتكلم فيه معك في بداية الحلقة وهو فكرة هنا الشعور بالآخر والإحساس بالآخرين والكارثة طبعا اللي حصلت فيه المغرب والزلزال الدرب ويعني للأسف جراءه فيه كان عدد كبير من المصابين وكمان المتوفين فالعكاس بقى ده أو ازاي المجتمع وقف جراء هذا الحادث كانت لفتة رائعة جدا توجه بها عدد من لعبي المنتخب المغربي بقيادة طبعا وليد الركراكي عشان يتبرعوا بالدم للمصابين فيه الزلزال الدرب المغرب والأسف يعني كان فيه مصابين كتير جدا وكان فيه كوارث حصلت يعني جراء هذا الزلزال بشكل كبير جدا وتم طبعا بالتالي تأجيل المباراة بتاعتهم في الجولة الأخيرة اللي كانت خاصة بيه التصفيات الإفريقية مع تحديدا ليبيريا كل نجوم المنتخب أنا بتكلم هنا كانوا حارسين على التبرع يمكن للصور قدام حضراتكم بالدم وطبعا إحنا لو هنرجع كده دلوقتي نتكلم شوية عن منتخب المغرب هو تأهل عن المجموعة التسعى فيه تصفيات كاس أمم إفريقيا بعد حظه لست نقاط من ثلاث جولات بيفارق نقطة خلف المتصدب نتكلم جنوب إفريقيا يعني اللفتة كانت رائعة وبيبقوا برضو قدوة يا كريم بيبقى مثال وقدوة اللعيبة بشكل كبير أعتقد أن ده برضو هيعمل اختلاف في الثقافة هناك وبيأثر أنه بيشجع الناس عمت أن هي تعمل النوع ده من أنواع المساعدات كمان الشخصية يعني للأهالي هناك فعجبني بصراحة وناس كتيرة كمان لفتت نظرها النقطة بعدين أنا سمعت والله وأعلم مش متأكد من مدى صحة هذا الكلام بس إن صحت المعلومة هتبقى هي الأخرى كمان لفتة رائعة جدا من كريستيانو رونالدو يقال أن هو بيمتلك فندق في المغرب وأنه فتح يعني أبواب هذا الفندق لكل متضرر الزلزال يعني على قد السعة الاستيعابية لهذا الفندق بالمجان فطبعا إن صحت المعلومة برضو تبقى لفتة جميلة جدا بصد كريستيانو يعني إن صحت المعلومة طبعا بس هو معروف عنه إن هو الحتة الإنسانية عنده حلوة جدا يعني معروف عنه من زمان من بداياته خالص فأنا أتوقع لو فعلا هو يمتلك فندق في المغرب ممكن فعلا تكون القصة دي حقيقية لأنه هو عنده الجزئة دي ما عندهش كمان العنصرية أبدا من اللعيبة اللي فعلا ما عندهاش أي زارة عنصرية فهو دايما بيكون حريص على التعامل بشكل جيد مع كل الناس حتى مع الأطفال تحديدا كمان فشوفناها في لقطات كتيرة في الفيديوهات وفي الصور فممكن جدا على فكرة